تصدر حزب رئيس الوزراء اليوناني كيريا كوس ميتسو تاكيس نتائج الانتخابة التشريعية لكنه قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة لافتقاره إلى غالبية مطلقة وحز حزب الديمقراطية جديد الحاكم منذ أربع سنوات على 41.1% من الأصوات متقدما على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تيسبراس الذي حاز 20% من الأصوات وفق نتائج المعلنة غير أن هذه النتائج في حال بقائها على حالها لا تتيح لحزب الديمقراطية الجديدة تشكيل حكومة متفردة